فن الرسم التشكيلي من أمتع الفنون بالفعل اللي أبدا فيها الفنانين في إبراز إبداعاتهم، مواهبهم، وابتكار العديد من الفنون اليديدة في نفس المجال فن الرسم بحبات القهوة هو أحد الفنون المبتكرة في عصرنا الحاضر اللي ماحنا نتعرف أكثر على الرسم بحبات القهوة، الاستراتيجيات وأيضا الطرق مع المتخصص في الرسم بحبات القهوة، الفنان التشكيلي جورج صبحي صباح كله بالخير جورج وحياة كله يعنا ويد أنواع في الفنون التشكيلية من الرسم النحط وغيرها ليش اخترت بالذات أنك ترسم به حبات القهوة ومتبديت في هذا المشوار؟ أنا تخصصت في الرسم بالأهوة لسببين منذ عام 2015 أول ما تواجدت في دولة الإمارات كانت بيئة حاضنة أن الواحد يكتشف موهبة جديدة وطريق رسم جديد ومختلف عن كل الصحة الفنية أول سبب لأن مادة القهوة مادة صعبة ذات اللون الأحادي ما فيهاش تفاصيل أو تعقيد كتير فقدر أنتج بيها لوحات فنية بكل سهولة ولكن محتاجة خبرة كبيرة تاني سبب لأن بيئة الوطن العربي تعشق القهوة والعالم يحتفل جميعاً باليوم العالمي للقهوة أكيد والخليج طبعاً ما لاستعر عن القهوة أكيد يعني جميل جداً جورج ما شاء الله عندك الطلاع كافي على تاريخ الرسم بحبات القهوة وين بدأ وين أيضاً المناطق المتواجد فيها لو نتكلم عن الرسم بحبات القهوة هل هو فعل من الفنون هل تعتبر داعمة للاستدامة؟ أكيد طبعاً في حالة استخدام حبوب القهوة منتهت الصلاحية حتى لا نقع تحت طائلة القانون لإهضار المواد الغذائية تمام تمام على مستوى أنحاء العالم كتير لذلك منذ ثلاث سنين أغلقت على نفس الجاري وأنتجت أكتر من 75 لوحة مرشومين بحبوب القهوة منتهت الصلاحية كمان ابتقرنا مادة كيموية نعالجها علشان نحافظ عليها من التلف حتى تصبح في استدامة حتى تصبح مستدامة في الأماكن والقيم الجمالية يعني تكون موجودة في كل مكان لوقت أطول جميل جورج إش كتر يعني ممكن تحافظ على اللوحة؟ يا رحيل لما أنت جلت من تهية الصلاحية وممكن تستخدمون بعض المواد شعن تحافظون عليها يعني مثلاً اللوحة كم ممكن تضل معك؟ كم سنة؟ بنفس الشكل اللوحات الأديمة منذ عام 2015 كانت لسه في بداية الخبرة لكن بعد عام 2018 عندما أدركت استخدام مواد أكتر بخبرة أكتر بعد ثلاث سنوات أعرفت أحفظ عليها من التلف ضد التلف ضد التحلل لأنها مادة غزائية ضد التأثر بالعوامل الجوية والمناخ ودرجة الحرارة والرطوبة والحمد لله من كام شهر أنتكت لوحة برج العرب ماشاء الله هتظهر على الشاشة أكيد صحيح لوحة برج العرب وصورتها كمان تحت المياه آه ماشاء الله عليك فالاستدامة وصلت أن لوحات المنسومة بحبوب القهوة منتهت الصلاحية تقدر تستدام تحت المياه تستخدم نوع واحد لا باستخدم كل الأنواع كل الأنواع عادي يعني مش نوع واحد أو معين في بالك ودايما تستخدمها لا ممكن تنوع عادي لا لا باستخدم كل الأنواع والحقيقة ما بيهمنيش قوي التست بتاع القهوة أنا يهمني درجة اللون صح عشان أقدر أوضح بها الزل والنور في اللوحات يعني جورج كيف بالفعل شفت إقبال الناس على هذا النوع من الفنون التشكيلية خاصة باستخدام حبات الجهوة الحمد لله إحنا على عام عشرين تلاتة وعشرين عام الاستدامة ويعتبر في جامعة الدول العربية عام الشباب يعني بعتبر واحد من الشباب بنحتفل بإطلاق المجموعة كاملة إن شاء الله قريباً على هامش قاب 28 إن شاء الله بنعلن عن معرض قريباً في السبعين لا يوجد أي شباب وفنانين تشكيلية مشاركة معها ولا لوحاتك فقط لوحاتك فقط بس هينزل المجموعة كاملة إن شاء الله لأكتر من 75-80 لوحة كاملين لهذا السبب أعمل على هذا المشروع لمدة ثلاث سنين إن شاء الله عليك وموقف يعني أنت جاعد تجهز لمن ثلاث سنوات عشان من ثلاث سنوات عشان كوب 28 كوب 28 بالفعل الصراحة الإقبال حلو جداً كل المعارض اللي بشارك فيها مع فنانين كبار بتبقى لوحات القهوة مميزة بتاخد إقبال وبيجيلي فيتباك من الفنانين الكبار على التكنيك الزل والنور والتقنية الحديثة في استخدام القهوة وبالأخص لما بيعرفوا إن القهوة منتهت الصلاحية وتعالج للاستدامة بيجي تبسطه كتير جداً يعني بيتحمسون للموضوع بيتحمسون جورج انت مشتهد ما شاء الله عليك ومثابر يعني من بدايتك في هذا المجال حتى عشرين ثلاثة وعشرين وشاركت في ويد أنشطة وفعاليات كلمنا عن هاي المشاركات وأهميتها بالنسبة للفنان التشكيلي الفنان التشكيلي إنسان بيعيش في المجتمع بيتأثر بكل حاجة حواليه بس أفضل من إن هو يكون بيتأثر إن هو يكون مؤثر صحيح لذلك الفنان لابد من الانتشار في كل الفعاليات فعاليات كراءة فعاليات صحة فعاليات ثقافة فعاليات فنون وإحنا الحمد لله دولة الإمارات دولة حاضنة للفنون دولة حاضنة للمواهب والابتكارات والإبداع وإحنا بنشكل القيادة على هذا التوجه بشارك في معارض كتير كان من أهم المعارض مكتبة محمد بن راشد بدبي معرض كبير لفنانين كبير المجلس الأعلى للأسرة في الشرق عرضنا لوحة لطفل نائم على وسادة خالية من المشاكل اللوحة خادت أجبال كبير جداً من كل المتخصصين في الأمور الأسرية والاجتماعية والدورات التدريبية للأطفال وتعديل السلوك أرى هذه اللوحة جميلة جداً وتحمل عديد من المعاني حتى من أول مرة تشوفها تحب تطيل النظر في هذه اللوحة الجميلة كمان في تناصب بين اختيار حبوب الأهوة ولابد أن ينزل لها من منظور إيجابي أن الطفل نواة الأسرة والأسرة نواة المجتمع والمجتمع نواة الدول والعالم فحنا لازم نهتم بأصغر شخص في الأسرة حتى يطلع إنسان سوياً يقدر يخدم مجتمعه ويقدر يكون إنسان نابغ وناشط وصحي سلماً صحي درج اللي عارفة عنك بعد ما شاء الله رسمت شخصيات شخصيات عظيمة من دولة الإمارات ومن أيضاً دول أخرى أكثر الشخصيات اللي حبيت بالفعل ترسمها بحبات القهوة ورسمتها فعلياً في يناير 2020-2023 اشتركت في المعرض العالمي للأهوة في الـ DIFC المركز العالمي للتجارة في دبي وده كان تجمع عالمي لكل شركات الأهوة فكان هو أنسب مكان أعرض فيه واشتركت بأكثر من 15 لوحة جداد جداً كان أبرزهم لوحة السلطان كابوس لأنه كان الزكرة لوفاة السلطان كابوس دي كان من أهم اللوحات في بداية العام لكن حالياً إن شاء الله على اليوم الوطني لدولة الإمارات إن شاء الله القادم بنعلن عن لوحة الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعا الله حاكم دبي رعا الله لوحة مميزة جداً الباكجراوند الخلفية معمول فيها شغل اختيار الفريم الإطار المزهب أنكي لوحة إن شاء الله تلقي وتقبل على إعجاب الجمهير سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعا الله يعني له العديد من البصمات وبالتحديد في إمارة دبي إلى أن وصلت إلى العالم أجمع أكيد يعني جورجي لو نتحدث عن التحدياته والصعوبات بالفعل اللي تواجهها وانت ترسم بالجهوة بالنسبة للتحديات والصعوبات زي ما هقول لحضرتك عن لوحة واجهتني في صعوبة جداً في يوم 5 سبتمبر في اليوم العالمي اليوم العالمي للتطوع والعمل الخيري وهو ذكرى وفاة الأمة ريز هي رهبة البنية خدمت في الهند كانت بتخدم الأطفال المشردين والمرضى وكانت بترعى المجتمع على مدار أكتر من خمسين عام حتى توفت وحصلت على جيزة نوبل لوحة الأمة ريز هتتعرض قدام حضرتك خدت مني مجهود لإني وجه الأمة ريز وهي في العام السمانين قبل الوفاة كان مليء من التجعيدات مجهود الخدمة المجتمعية ظاهر على وجهها مليء من الخبرة فكان نظراتها عيونها تجعادها ملامحها حتى الخلفية خدت مني مجهود هذه التحديات بتواجهني في استخدام القهوة إن إزاي أشكل هذه الخامة عفوا هذه الخامة الصعبة إلى مادة سلسة تظهر جمال اللوحة الفنية وده ظهر في لوحة الأمة ريز تحب دايماً نتركز نقول على التفاصيل خاصة لو بترسم بالجهوة جورج نقول وجوه لبعض الأشخاص تحب تركز على هذه التفاصيل؟ طبعاً أصلاً هو الرسم بالقهوة من ضمن التكنيك المزيق أو الفسيفساء فهو أساساً يعتمد على التفاصيل والدقة ويعتمد بالأخص أن حبوب القهوة يعني أحادية اللون إذا وقعت لوحة إذا وقعت حبة قهوة غمقة في وسط حبوب قهوة فتحة اللون ظهرت والعكس صحيح فالتفاصيل كتير مهمة بالنسبة للفن الرسمي بالقهوة حلو شو تنصح الشباب اليوم؟ الجيل اليديد اللي حاب يتوجه لمثل هذه النوع من الفنون اليديدة الخاصة بالفنون التشكيلية وهل يجب نقول دخول عديد من الدورات أو الورش التدريبية لساقل هذه المهارات؟ نحن الفترة دي إن شاء الله بنجهز عدد كبير من الورش التدريبية الرسم بالقهوة وبحبوب القهوة لكل الأعمار وفي كل المناسبات في عديد من مكاتب دبي ومكاتب الدولة لنشر هذه الثقافة أنا بنصح شباب وبنصح كل حد مهتم بالفنون أولاً يقلد الفنانين الكبار ثانياً يبتكر طريقه الخاص ولكنه في الأول لابد أن يكتسب الخبرة في استخدام الخامات العديدة يكتسب الخبرة من ذو الخبرة الناس الفنانين والفنانات العالميين والمحليين ذو الخبرة على مدار سنين كثيرة وبعد ذلك يقدر يكتشف أي طريق يقدر يستطيعه أي مجال يقدر يختارك فيه الطريق الخاص في الفن وهنا هيكون عنده أسلوبه اللي الناس تقدر تعترف به وتتعرف عليه حينما ترى لحظه المميزة أكيد جورج تفكر ترسم بأنواع ثانية فيه ناس ما شاء الله بعد تتوجه الرسم بالرمل فيه ناس بالخيوط والمسامير تفكر أنك ممكن تستخدم مواد ثانية للرسم؟ أنا بالفعل لا لا بالفعل بالفعل بستخدم خامات تانية مختلفة وبعمل ميكس ماتيريال بين القهوة وبين الألوان الأكليريك وبين الزيت وبين الخشب بين الخرز والقماش بستخدم أدوات تانية يعني بحاول أعمل على تدوير بعض الخامات وهذا قدام حضرتك منضدة طولة طولة مصنوعة من الإطار للسيارات أخذت هذا الإطار المستهلك عالكته ببعض الخيوط الخيوط الخشنة من أنوع من الكتان وبعد كده حطيت عليه لوح خشب وعملت له أرجل وأصبحت طولة هندمير يعني سويت ريسايكل أو مثل إعادة تدوير استفدت من الأشياء الموجودة حولك؟ استفدتها في الجالري عندي استفدت بيها طبعاً وعملت بيها كورنر كوفي كورنر عندي في الجالري طبعاً كمان عندي لوحة فيها مستخدم بعض الخامات لمعاد تدويرها ميكس مع القهوة وهي لوحة فرعونية هذه اللوحة معروضة حالياً في متحف اليونان العالمي وأصبحت من ضمن المقتنيات الدائمة حتى تم شحنها والحمد الله سفرت بسلام هي لوحة صغيرة بترمز مفتاح الحياة الفرعوني مع لون الدهبي مع استخدام القهوة ففيها كثير من المعاني الفرعونية وجمال الحضارة المصرية شكراً من شاء الله عليك جورج أكيد نتمنى لك التوفيق في هذا المجال أبدعت بمشاركاتك في العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تعنى وتهتم بالفن التشكيلي بكل الشكر لك الفنان التشكيلي المتميز في الرسم بحبات القهوة جورج صبحي نورتنا جورج يعطيك العافية أهلا وسهلا بحضر يعطيك العافية نورتنا شكراً